اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن يوم الشباب الخليجي يأتي ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم لزيادة وطيرة الاهتمام بشباب دول المجلس وتحقيق أعلى سبل الرعاية لهم من أجل بث روح الإيمان والأمل في نفوس الشباب والعمل على تمكينهم وخلق الفرص المناسبة لهم لتأهيلهم ليكونوا صناع مستقبل دول مجلس التعاون مشيرا سموه إلى أن يوم الشباب الخليجي يأتي كل عام ليعزز العمل الخليجي المشترك تجاه الشباب ويؤصل توحيد الأفكار والرؤى عبر منهجية مشتركة ومنسجمة كما وتركز كافة الجهود على دعم وتأهيل جيل من الشباب مدعوم بالعلم والمعرفة بأفضل الخبرات والمهارات وقال سموه في تصريح بمناسبة يوم الشباب الخليجي والذي يصادف السادسة من يونيو من كل عام إن توجيهات أصحاب الجلال والسمو قادة دول المجلس في ضرورة الاستثمار بفئة الشباب كونها تعتبر الثروة البشرية الوطنية لدول مجلس التعاون أوجدت في نفوس الشباب الإحساس بالأمان والثقة بالمستقبل الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على الشباب ومنحهم القناعة التامة بقدراتهم وإمكانياتهم واقتناص الفرص التي تؤكد توجهات الشباب نحو المشاركة الحقيقية في عملية التنمية التي تشهدها البلدان الخليجية وأضاف اسمه شيخ ناصر بن حمد إن مجتمعاتنا الخليجية تعتبر فتية ويمتلك شبابها خبرات ومهارات وتطلعات واسعة في مختلف المجالات اكتسبوها من البيئة المحفزة التي خلقت لهم من خلال البرامج والمبادرات النوعية وصممت بطريقة تراعي الواقع والتقدم الحاصل في العالم ويقينا جازما بأن الشباب الخليجي الذي نراهن عليهم ونعتبرهم ركيزة الاستدامة سيكون عند حسن الظن بهم في مواصلة استدامة وتطوير مختلف القطاعات وتابع اسمه إن يوم الشباب الخليجي يشكل وجها من أوجه التكاتف والترابط الخليجي تجاه الشباب وهو الأمر الذي يعزز الشعور بالانتماء بين شبابنا وإن الثقة كبيرة بهم وبإنجازاتهم التي حققوها على مدار السنوات الماضية وعطاؤهم مثمن عاليا وإخلاصهم وتفانيهم في خدمة بلدانهم الخليجية مقدر من قبل الجميع وحي اسمه جهود التي تقوم بها الدول الخليجية الشقيقة من أجل رفعة الشباب وقال خليجنا واحد وشبابنا واحد وتطلعنا واحد وتوجهنا واحد وإيماننا بشبابنا متفق عليه وسنبقى داعمين لهم نقف إلى جانبهم وسنفتح لهم ببان الأمل لنلبي طموحاتهم وأفكارهم التي يرونها الطريق المناسب لرفعة البلدان الخليجية الشقيقة